رأس اليوم مندوبا لحكومة لدى بلدية جمينة الدقوية عقوبا حفل الانطلاق الرسمية لمشروع الشبكة الاجتماعية الخاصة بتقديم الدعم المالي للشرائحة الضعيفة من طبقات المجتمع تفاصيل أوفة مع محمد حسن آدم بمبادرة من الحكومة الجادية وبتمويل من البنك العالمي جاعت الانطلاقة الرسمية لمشروع الشبكة الاجتماعية ضمن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية الرغمية الى مكافهة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للشرائح الضعيفة وذلك لصاله سكان الدائرة السابعة والثامنة والتاسعة بمدينة انجمينة فضلا عن سكان اقليمي بهر الغزال ولوغون الغربي المناسق الوطني للمشروع بتيفليكس في كلمته اشار الى اهمية تهازه البادرة ومساهمتها في تقليل الفقر ومكافهة البطالة في وسط المجتمع مؤكدا بان تنفيذ هذا المشروع سيتم عبر مشاركة المنظمات تغير الحكومية وجمئيات المجتمع المدني الناشطة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مندوب الحكومة لدى بلدية انجمينة الدقوي عقوبة من ناحيته اكد بان اهداف هذا المشروع تطابق مع السياسة المندوبية الخاصة بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكان مدينة انجمينة ودواحيها كما طلبا من المناسقية المكلفة بتسيير وادارة المشروع التحلي بروح المصداقية بغية انجاه هذه المهمة النبيلة وننوه بان القيمة المالية لتسيير وتنفيذ هذا المشروع قدرى ب 10 مليون دولار امريكي اي ما يعادل حوالي 6 مليار فرانك سفا وذلك لمدة 4 سنوات وستستفيد حوالي 15 الف من الاسر الدائفة بالاقاليم السلاسة السالفة الزكر